لقد تأله المسيح في مجمع نوكيا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ما من أحد رأى الله قط ولكن الإبن الوحيد الذي في حدن الآب هو الذي خبر يحانا 18 واحد ومنهم كان الأباء ومنهم جاء المسيح حسب الجسد وهو فوق الجميع الله المبارك إلى الأبد أمين رمية خمسة تسعة وإننا نعلم إن ابن الله كان جاء إلى الأرض وأنار أزهاننا لنعرف الإله الحق ونحن الآن نحيا فيه لأننا في ابن يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحال الأبدية في رسالة يحانا الأولى 20 عدد خمسة قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يحانا 58 أنا يسوع أصل وزرية داود ووذا قد غلب الأسد الذي من سبت يهوزة أصل داود الآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم في يحانا 17 خمسة الآب أريد أن هؤلاء الذي أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجد الذي أعطيتني لأنك أحبتني قبل إن شاء العالم كمان بيقول أما أنت يا بيت لحم إفراطك وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهوزة فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ الأزل يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد عبرانين 13 ثمانية الذي رأاني فقد رأى الآب يحانا 14 تسعة فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكتر أن يقتلوه ليه؟ لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله يحانا 15 ثمانية فاليهود بعد كده بيقول لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديفك فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها لقوها في يحانا 10 ثلاثة عشرين كل هذه الآيات اللي أنا استعرضتها معاكم وفيه آيات أكتر من كده أنا مش عايزة أقولها عشان وقت الحلقة بتثبت أولهية السيد المسيح أهلا بيكم في حلقة أجلنا حكاة وإبتية معاكم كرولوس كمال وده كانت مجموعة آيات بترد هل فعلا مجمع نكية هو اللي قاله السيد المسيح النهاردة تسعة هاتور يعتبر تسكار مجمع نكية وصارتت معاكم آيات كتيرة جدا بتثبت أولهية السيد المسيح من العهد الجديد وده يوضح إن فكر الأباء في المسيحية الأولى وفكر الأباء الرسل وإيمان المسيحية الأولى كان بينص على إن السيد المسيح هو الإله المخلص فمجمع نكية ما أهلتش السيد المسيح بل كان بيرد على بداية آياته هنخش مع بعض شوف إن الحاجة لازم نعرف المجامع أنا عقدت ليه الكنيسة الأولى كانت لما يحصل عندها مشكلة كانت بتحل المشكلة دي عن طريق المجامع وشوفنا أول مجمع أنا عقد في الكنيسة كان مجمع أرشاليم الأول في سنة خمسين هو واحد وخمسين من أدين عشان ينقشوا بدعة التهوت وكمان عشان ينقشوا رسولية القديس بوليس الرسول إحنا عندنا تلات أنواع من المجامع عندنا المجامع المكانية يعني بتكون في مكان معاني الأسقف مع الكهنة بتاعته وعندنا مجامع إقليمية بتكون حوالين الإقليم مجموعة من الأسقفة بتقول الإقليم ده قاعدين مع بعض وكمان المجامع المكانية هي البطرق مع الأسقفة شبه البابة طوى دروس لما ينعقد مع أسقفة مصر كلها وكمان عندنا المجامع المسكنية والمجامع المسكنية دي مهمة جدا والكنيسة الإبتية والكنيسة السريانية بيعترفوا بتاعتها بس وأنا هقول لكم ليه أول حاجة لازم نعرف تعريف المجمع المجمع هو اجتماع رؤساء الكنيسة سواء بطرق أو أسقفة لمنقشة الأمور المختصة بالإبراشية أو بالقطاع أو بالمكان الإقليمي ذات نفسه عشان يحلوا الأمور الخاصة بالكنيسة والقضايا الخاصة بالكنيسة المجامع دي إن هي بتفحص المسائل المتعلقة بالإيمان وبتحط القوانين اللازمة لإدارة الكنيسة وتلات حاجة بتحل المشاكل العامة اللي مرت بالكنيسة وكمان بتفض المنازعات المختصة برجال الإكليروس يعني لو حد ما رجال الإكليروس عمل بعض الأخطاء هي بتفض المنازعات دي وبتحل بينهم فدي كانت من اختصاصات المجامع والكنيسة الإبتية زي ما قلت بتعترف بتلات مجامع مسكنية عقدت لأجل هرتقات أتعابة الكنيسة الجامعة وأتعابة سلام الكنيسة وكانت الكنيسة والمجامع دي كانت بترد وبتفند على هذه البدع والهرتقات ويتوضح أساس الإيمان أول مجمع انعقد في كل الكنيسة كان مجمع نقل وانعقد سالة 325 وانعقد عشان يرد على بدعة أريوس ويوضح الأخطاء اللي أريوس حطها الخاصة بأكنوم الإبن لأن أريوس قال أصلاً أن أكنوم الإبن قبل التجسد يعني أن أكنوم الإبن أقل من الآب وأن كان فيه فارق زمني بين الآب وبين الإبن لكن الباب أسانسوس وهو الشماس أسانسوس في ذلك الوقت وضح الإيمان الخاص بالكنيسة ووضح أن الإبن كان مساول الآب في الجوهر وأن كان موجود معاه منذ الأزل وما فيش فارق زمني بين الآب والإبن خالص وحطوا صيغة لقانون الإيمان ده بيجنب أن القديس أسانسوس قعد يدي أمثلة يوضح أن الزيد للآب مولود من الإبن منذ الأزل قال لك الينبوع والمية خروج الينبوع بالتالي بيترتب عليه وجود المية وما ينفعش نفس المية عن الينبوع وبدأوا يحطوا قانون الإيمان ويوضحوا المصطلحات الإيمانية وردوا على أريوس وحرموه هذا كده هنشوف مجمع الكوستنطينية اللي نعقد سنة 381 وده نعقد عشان يرد على تلات بدع في تلات بدع وجودوا في الكنيسة أقلقوا الكنيسة وأتعبوها جدا في أول بدعة كانت بدعة مكدونيوس باترك الكوستنطينية اللي أنقر ألوهية الروح الكدس وأعتبروا أقل من الإبن وأنه هو أسمى من الملايكة والكنيسة أثبتت أن الروح الكدس هو روح الآب وروح الإبن وردوا على مكدونيوس وكمان حارب بدعة أبي ناريوس أسقف اللازقية بالشام اللي أعتبر أن اللهوت حل محل النفس البشرية لما المسيح اتجسد وأعتبروا أن الجسد ده هو عبارة عن جسد بس من غير الروح وحل في اللهوت من غير نفس بشرية ولكن الأباء ردوا على الموضوع ده وقالوا أن المسيح اتخذ طبيعة كاملة بنفس بشرية عاقلة واتحد اللهوت بالنسود بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وردوا كمان على أسابيوس اللي جدت بدعة سابيليوس الأسقف الليبي يام البابا ثقونة البطرق الستاشر واللي رد على سابيليوس ساعتها كان الكس بطرس اللي أصبح البابا بطرس خاتم الشهداء أسابيوس ده قال أن الله هو أكنوم واحد ظهر بتلت أسماء مختلفة فقال أنه هو ظهر في العهد القديم بصورة الآب والعهد الجديد بصورة الابن والقرازة والخدمة بصورة الروح الكدس والأباء رفضوا الكلام ده لأنه هو لغى الأكنومية خالص سواء أكنومية الابن أو أكنومية الروح الكدس وأن كده بتنهار عقيدة الفداية في المسيحية لأن الأبن قدم نفسه زبيحة مقبولة لله الآب وهنشير هنا أن الأكنوم هي كلمة سوريانية والمعنى العربي بتاعها ضعيف ولكن أقرب حاجة لها هي ما يقوم عليه الشيء ألا أن مجمع أفاسوس اللي انعقد سنة 431 والتعترف بالكنيسة انعقد بسبب بدقة نفسه أن في المسيح شخصين مطابعتين منفصلتين ولهم مشقتين وأن أكنوم الابن حل بالمصاحبة على الإنسان يسوع المسيح وقت الأماد وكان بيظهر وقت الأعمال المرتبطة بالخلاص بس لكن الكنيسة والبابا كرولوس الأول عمود الدين رد على النقطة دي وقال أن المسيح هو طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسم فكان هدف كل المجامة أن هي ترد على الهرتقاط وليس أن هي تحط دين جديد أو تحط تعاليم جديدة في مشكلة حصلت في الكنيسة فكان حلها أن الأباء يعودوا ويجتموا مع بعض ويبدأوا يحلوا المشكلة دي ويتناقشوا فيها عشان يوصلوا لصيغة إيمانية كويسة وصيغة إيمانية تقدر تحافز على الإيمان والناس يتورسوها من جيل إلى جيل والإيمان ما يدعش طيب ليه الكنيسة الإبتية والكنيسة السوريانية بيعترفوا بتلات مجامع مسكنية بس أول حاجة الكنيسة الإبتية والكنيسة السوريانية بيعترفوا بمجمع نقيا المنعقد سنة تلتمية خمسة وعشرين ومجمع الكوستنطينية المنعقد سنة تلتمية واحد وتمانين ومجمع أفسوس المنعقد سنة ربعمية واحد وتلاتين ميلاديا وكمان بنعترف برضو بمجمع أفسوس التاني لكن الكنيسة بتاعة الروم والأرسوزوكس بتعترف بحوالي سبع مجامع مسكنية وكنيسة الكاتوليك عندها حوالي حاجة وعشرين مجمع مسكني لكن احنا بنرفض المجامع دي وبنعترف بالتلاتة المسكنين بس وتسألني ليه بنرفضه؟ ما قولك أول حاجة بنرفض هذه المجامع بسبب الانشقاق اللي حصل في مجمع خلق دنيا سنة ربعمية واحد وخمسين تاني حاجة بنرفض هذه المجامع اللي اختلافنا مع العقيدة مع كنيسة الروم وكنيسة الكاتوليك فما فيش وحدة في الإيمان فبالتالي احنا رفضنا هذه المجامع تلات حاجة لأن السياسة اتدخلت في الأمور الدينية فاحنا رفضنا هذه المجامع اللي اتدخلت فيها السياسة رابع حاجة اعتماد كنيسة روم على سلطة بابا روم وأحييته في عقد المجامع خمس حاجة والأخيرة لأن شروط المجامع المسكنية لم تتوافر في هذه المجامع اللي الكنيسة رفضتها يعني لازم كل كناس المسكنة تنعقد وتحضر هذه المجامع وتوافع على قرارات هذه المجامع وهذا لم يتم في المجامع المسكنية الأخرى اللي انعقدت بعد مجمع أفاسوس الأول سنة ربعمية واحد وراتيج فهل كنيستنا أو المسيحية هي دين مجامع؟ الإجابة غلط هي مش دين مجامع المجامع انعقدت لتوضح الإيمان وتصلح الأمور اللي انتشرت غلط فالمجامع كان هدفها المحافظة على العقيدة السليمة والإيمان السليم لا حقا دي تكون عجبتكم ومنتظر أراءكم في الكومنتات تحت ولازم تعرفوا أن المسيحية منذ النشأة الأولى كانت مؤمنة أن السيد المسيح هو الفادي والمخلص اللي جاء عشان يخلصها ويحررها ويجددها ويرد آدم وبني إلى الفردوس ويجدد الطبيعة البشرية مرة أخرى وتقدر تقرأ كتاب تجسد الكلمة اللي كتبوا قلبوا بقى سناسوس عشان تفهم إزاي أن لازم الله يتجسد ويخلص البشرية أنا عملت الحلقة دي كان في بعض الرسائل جاتلي على قناتي على اليوتيوب بتقول أن المسيحية دي المجامع وأن تم تقاليه السيد المسيح في مجمع نوكيا وبقى يحصل فيه لغط هو ليه المجامع دي حصلت فحبيت أوضح ليه المجامع حصلت وإيه أنواق المجامع والكنيسة الإبتية والسوريانية معترفين بينهم مجامع وليه رفضنا المجامع دي معاكم كرولوس كمال واشتركوا معنا هنا في القناة وفعلوا الجرس عشان تعرفوا حلقات تاريخية جاية ومع السلام